موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وولى حلقات برنامج الفرصة من قناة الصحة والجمال كل سلام أنتم طيبين من رمضان كريم شهر مباركة عدها الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات شهر جميل عندنا في مصر أجواء مختلفة احتفالات مختلفة اتحرمنا السنة اللي فاتت من رمضان ولكن ربنا سبحانه وتعالى منع علينا بالشهر تاني ورجعنا كمان نصلي في المساجد نصلي الترويح أجواء واحتفالات مش هنلاقيها إلا عندنا في بلدنا الحبيبة مصر تقريبا من أعظم الدول رمضان فيها عادي شهر عادي زي وزي كل الشهور لكن في مصر الأجواء مختلفة الاحتفالات مختلفة حتى في كل حاجة حتى في الصحور حتى في المدفع بتاع رمضان المدفع دوله قصة تاريخية وفي كل حاجة كل الأجواء حتى كمان في المسلسلات والسباء بتاع المسلسلات بتاعنا بتاع كل سنة اللي ان شاء الله هنتكلم عنه في حلقة من الحلقات ونطلع الحاجات اللي بتحصل في المسلسلات الحلوة بتاعتنا بتاعت كل سنة زي ما تعودنا ان احنا بنطلع نقضي ايجابي من كل الحاجات اللي بتتم زي كمان الاعلانات احنا مرتبطين برمضان كمان حتى في الاعلانات بتاعتنا يعني شفنا مثلا اعلان للفنانة الجميلة شرهان رجعت لنا شرهان الحمد لله شرهان رجعت لنا وده هنتكلم بيه في جزء من الحلقة كل عام وانتم بخير رمضان كريم ياريت نحاول نحافظ على موضوع الاكل والشرب شوية ياريت ما يكونش فيه تبزير ياريت ما يكونش فيه اسراف في الاكل عشان فيه ناس كتير محتاجة للاكل اللي سيادتك بترميه بعد ما بتخلص في طار فيه ناس اولى بالاكل ده ممكن تعمله عارض تدوير وتوديه فيه ناس مش عارفة تشتغل دلوقتي علشان الكورونا فممكن تودي الاكل ده ليهم او لأي جماعات خيرية زي ما احنا كمان معانا لسه كمان معانا جماعية البر والتقوى الجماعية المعروفة اللي ما زالت شغالة في العمال الخيرية بتاعت شهر رمضان وبتاعت طول السنة جماعية البر والتقوى كانت ابتكرت فكرة حلوة قوي وهي فكرة المتطوعين يعني ايه فكرة المتطوعين يعني الفكرة بكل بساطة تقدر تعمل خير بالطريقة اللي تريحك يعني تقدر تساهم مش لازم بفلوسك لو حضرتك مش معاك فلوس تقدر تتبرع بيها ممكن تتبرع بوقتك لو عندك شوية وقت روح الجمعية توجه للجمعية وقال لهم انا عندي وقت فاضي اعمل ايه اسعدكو في ايه لو عندك علم عندك مثلا انا علم في اي انكان في اي شيء روح للجمعية يقول لهم انا خبير في حاجة انا عندي علم في شيء معين او في قرية معينة لو عندك كمان مجهودك مجهودك ده ممكن تتبرع به للجمعية والجمعية تحت توظفك كويس جدا جماعية البر والتقوى هي عملت فكرة المتطوعين عشان ده عشان اللي مش قادر يتبرع بفلوس يروح يتبرع باي حاجة شغل بوقت بفلوس بعلم بطاقة بفكر ممكن تتبرع بفكرتك ممكن انت عاد في بيتك من الموبايل بتاعك تدخل على السوشال ميديا وتكتب اصدقاء جمعية البر والتقوى وتقول لهم على فكرة والفكرة دي تكون سبب في دخولك الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة رمضان بيقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو انت لقى اخاك بواجه انطلق فممكن حاجة بسيطة فكرة بسيطة تقدمها للجمعية الفكرة دي بناء عليها حياة ناس كتير تتغير مهمين جدا معنا اول حاجة خبرين لنمبر ون زي ما بيحب يقول على نفسه والاستاذ الجميل الاستاذ الاعلامي الكبير عمر قديم في صراع حاصل في الفترة الاخيرة ما بين الاستاذ محمد رمضان والاستاذ عمر قديم الاول الاستاذ محمد رمضان زي ما حاكم شايفين على الشاشة الاستاذ محمد رمضان كان نزل فيديو اول ما اتحكم في قضية الطيار التعويض بستة مليون جنيه رح سيادته رح منزل فيديو ان الفلوس مش فرق معاه وهو الاول في البسيم وبيرمي الفلوس حوالين منه طيب تمام وكننا اتكلمنا عن موضوطها في حلقة قبل كده لكن رح استفز الناس كمان بفيديو تاني وهو بيرمي الفلوس في الارض وبيدوس عليها برجليه وبعدين رح رماها يعني اعزك الله الحيوان بتاعه اي ان كان المسمى هو اسد او كلب او نمر لكن في الاخر هو حيوان فيه ناس فيه ناس طلعت قالت فيه ناس طلعت قالت ان الفلوس دي مش حقيقية يا فندم احنا ما يهمناش الفلوس اذا كانت حقيقية او مش حقيقية ومش ده المهم المهم ان سيابتك طلع حد من وكيل ازر سابق وقال ان اللي اتعامل ده هو فعل مشيع او حاجة كده مش كويسة انت بتستفز الفقرة احنا في رمضان محتاجين نتبرع للناس الفقرة عشان فيه ناس مش لعيه اللقمة فيه ناس مش عارفة تجيب قوت يومها فسيابتك لما تقعد ترمي الدولارات دي طب انت هتوصل ايه للشاب اللي هو اصلا لحد دلوقتي ما تجوزش هتوصل ايه اللي هو فعلا مش لاقي دلوقتي يسرف طيب فيه ارامل كتير محتاجين فلوس دي كاعانة ليهم فيه جماعات خيرية كتيرة زي البر والتقوى وزي 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 جماعات كتيرة محتاجين تقدر تتبرع بدا فيه اكتر من مصدر تقدر تتبرع بدا ينفعك في الدنيا ينفعك في الدنيا هيرجعلك اضعاف مضعفة وهينفعك يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى بدل ما تستفز الفقرة برمي الفلوس حتى لو حتى لو عشان احنا بنقوله عشان ما يطلعش واحد فلسوف في الكومنت يقول لي اصلي الفلوس مش حقيقية يا فندم مش دا المهم المهم حضرتك ان هو كده بيستفز مشاعر الناس الغلابة فلوس حقيقية او حتى مش حقيقية الصراع دار ما بين الاعلام الكبير عمر اديب والاستاذ محمد رمضان نمبر ون خلي بالك من نمبر ون عشان هو بيداق لما حتى بيقوله انت مش نمبر ون تمام الصراع دار ما بينهم ما بين اواضي وحورات وحكايات مش دا المهم سيادتك قدوة للشباب انت كاعلامي او انت كممثل مدام اتحطيت في حتة ان انت بقيت حد معروف فانت دلوقتي محطة انظار انت قدوة يا فندم سيادتك في الاعمال اللي قبل كده كنت قدمت الالماني وكنت قدمت معرفش ايه وفي الاخر النتيجة تأثرت ان الشباب في الشارع عملت افعال اللي اتعاملت في الافلام والمسلسلات بتاعتك طيب دلوقتي احنا هنوصل لايه محتاجين ان احنا نرجع نفسنا شوية لأستاذ عمر اديب قيمة كبيرة في الاعلام استاذ محمد رمضان ممثل معروف ليه جمهور بيحبه اوكي ليه جمهور بيحبه بس الجمهور ده يمكن يتحول بعد الفترة الاخيرة تصرحات اخيرة وحوارات غريبة في الفترة الاخيرة من استاذ محمد رمضان يريد استاذ محمد رمضان يبتدي يراجع نفسه في الفترة الاخيرة معنا كمان تويتا للاستاذ عمر اديب بخصوص اعلان للاستاذة الجميلة شرهان الاول نقول لي شرهان يعني حمد الله على السلام والله العظيم نورتينا ورجعتين الرمضان بتاع زمان رمضان بتاع الفوزير التويتا اللي حادكم شايفينها دلوقتي التويتا للاستاذ عمر اديب مبسوط قوي وساب الاكل وقام عشان خاطر مبسوط عشان شاف شرهان كلنا مبسوطين عشان شوفنا للاستاذة شرهان في الاعلان بتاع شركة الاتصالات دي ولكن انا مش فاهم حاجة انا مش فاهم حاجة وزي زي ناس كتير مش فاهمين حاجة ياريت اللي فاهم يتواصل معنا على الصفحة بتاعتنا الرسمية صفحة الاعلان محمد حليم يقول لي هو فاهم ايه الحمد لله على السلامة الاستاذة شرهان ياريت اللي عمل الاعلان او المخرج العظيم اللي عمل الاعلان العبقري يوضح لنا الناس مش فاهمة وربنا ما فاهمين حاجة محتاجين نفهم الحمد لله على السلامة الاستاذة شرهان معنا كمان من اخبارنا النهاردة معنا خبر يعني هو للأسف هو يعني مش حلو شوية خبر بخصوص اتحاد الكورة المصر الخبر بيقول ان من كم يوم كان فيه مباراة اول امبارح تقريبا كان فيه مباراة لموليد بطولة الجمهورية موليد تسعة وتسعين البطولة دي كانت مبين او المباراة النهية الفاصيلة دي كانت مبين القطبين زي ما تعودنا الاهلي والزمالك طيب ايه اللي حصل في المباراة دي حصل حاجة غريبة اول الاهلي فازي اتنين واحد تمام فيش مشكلة مبروك للاهلي وهرض لك للزمالك لكن الحاجة الغريبة اللي حصلت في هات المباراة ان فرقة الاهلي بتحتفل بتتويق بالدوري وفرقة الزمالك بتحتفل بتتويق بالدوري ايوة مني من الخرقة الدوري الفرقتين بيحتفلوا ليه بقى اللقاحة بتقول اللقاحة بتقول والركز في الكلام ده كويس قوي اللقاحة بتقول ايه بقى بتقول ان بناء على اللقاحة اللي موجودة اللي موجودة في الوقت ده ان المواجهات ان لو الفرقين تساووا في النقاط وده اللي حصل ان الاهلي تساوى مع الزمالك في النقاط في عدل النقاط يتم الرجوع لعرض الأهداف وفي الحالة دي الزمالك احتفل علشان أهدافه أكتر من الأهلي حلو قوي مبروك للزمالك برافو عليكم أخدتوا دوري 99 طب إيه اللي حصل بقى إيه اللغبطة؟ اللغبطة من الاتحاد بتاعنا الاتحاد العظيم المصري بتاعنا بقيادة الكابتن المحترم أحمد مجاهد قبل المباراة مباشرة رح منزل لقاحة جديدة لقاحة لسه طالعة كده إيه من الفرن سخنة حاجة كده إيه يعني ملاهلبة اللغبطة بتقول إيه بقى سيادتك بتقول بتقول إن لو الفرقين تساووا في النقاط لو الفرقين تساووا مع بعض في حدد النقاط يحصل إيه بقى؟ يروحوا للمواجهات المباشرة يا فندم هو أصلاً الدوري كله معمول من دور واحد مفيه ذهاب وإياب زي الدوري مثلاً بتاع المحترفين هو معمول من دور واحد فأصلاً مفيش مواجهات مباشرة حضرتها تمام؟ فهنا حصل الجدال مين فايز؟ مين راح؟ مين جه؟ مين يستحق البطولة؟ وربنا برضو محدش فاهم أي حاجة شابوء للكابتن أحمد مجاهد طيب نركن دعلى جنب شوية ونروح للتصريح بتاع الكابتن أحمد مجاهد قال إيه بقى إيه كومنت بتاع الكابتن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكورة المصري رئيس اتحاد دولة بقيمة وحجم دولة مصر العربية قال إيه سيادته؟ قال لك يا عمي هي البطولة مش مهمة إيه إيه؟ أيوة أيوة زي ما حاجة سمت البطولة مش مهمة أصلاً مش بتقاهل لأي حاجة البطولة دي لا تقاهل لأي حاجة نعم حضرتك نعم يعني إيه مش مهمة طب والفلوس اللي تصرفت دي طب والعين اللي بتلعب دي طب وطب وطب طب إيه مش مهمة ليه يا فندم مش مهمة ليه وهل ياليك وهل ياليك بسيادتك بما إنك رأس المنظومة الرياضية في اتحاد الكورة المصرية تطلع التصريح زي ده يا فندم بلدنا دي بلدنا دي قدرت تنظم في وقت قياس جداً أمم أفريكية للكبار في وقت قياس جداً جلنا أردل في ثانية ننفذ أمم أفريكية عملنا تنظيم علامي يا فندم ويسادتك تلع تقولي هي بطولة مش مهمة وغير مؤهلة سيادتك بلدنا دي اللي انت بتتكلم عنها تتكلم برأس الكورة المصرية في الاتحاد ننظمة أمم أفريكية تحت لدها عشرين سنة وقدرنا إن احنا ناخدها تمام؟ فلما حاجة تطلع تقول تصريح زي ده مين يتسئل على تصريح زي ده في الحلقة الجاية هقولكو على كمان حاجة كومنتي حلوة قوي مباراة القمة اللي احنا برضو مش عارفينها تتلعب ولا لأ المباراة دي مش عارفينها تتلعب في وقتها ولا هتتأجل لحاجات كلكو عارفينها وراء الشاشات ولا إيه اللي هيتم فيها ولا هتتلعب بحكام مصريين ولا هتتلعب بحكام أجانب برضو شعار الحلقة النهاردة محدش فاهم حاجة نروح كمان لحاجة مهمة جدا حاجة إيجابية بقى تخرجنا من الموت بتاع الهجوم واللي راح واللي جاء معنا كمان فيديو لدكتور فلسطيني الدكتور ده اللي حصل في الأمر بتاعه إن راجل وزوجته داخلين المستشفى الفيديو هتقارد بعد شوية داخلين المستشفى ومعهم طفل في حالة إغماء تام في حالة اختناق هم عنده اختناق فالطفل ده تقريبا بالع عملة معدنية وخلاص مفيش نفس الأب بيعيت والأم منهارة والفيديو صعب جدا يعني أي حد يتفرج عليه زي ما احنا بنتفرج على الفيديو أي حد يتفرج على الفيديو هم داخلين هم وبعدين لقوا إن إن الطفل والأب بيسرخ والأم بتعايت طلع الدكتور الشاطر الجميل الدكتور مجاهد نزال دكتور فلسطيني طلع بكل هدوء وسيقة مسك الطفل زي ما حدكوا شايفين في الشاشة وهيعمل له دلوقتي شوية حاجات كده ممكن كمان نتعلم منهم ونحاول نحافظ على أولادنا شوية نحاول نشيل من قدامهم العمل المعدنية نحاول نركينها في مكان آمن شوية الأب نهار زي ما حدكوا شايفين ولكن الدكتور بكل ثقة عمل لاحتياطات المفروض يتعامل للطفل والأب والطفل رجع كمان كويس أو الطفلة رجعت كويسة خالص وبدأ لأمور طبيعية والأب بدأ يبوس الدكتور وبدأ يسجد لربنا شكر وبدأ يشكره والأم كمان منهارة حتى أن الدكتور نفسه انهار من الموقف اللي حضراتكم وشايفينه دلوقتي الراجل بيسجد شكر الله والدكتور كمان منهاره بيعية من الموقف يعني احنا بنشكر دكتور مجاهد نزال من بلدنا فلسطين الشقيق بنشكره على ثقته في نفسه بنشكره على هدوءه بنشكره ونقول لكل الأولاء الأمور يحاولوا يخلوا بالهم من أطفالهم شوية كمان النهاردة معانا كان فيه مبارح مباراة مهمة جدا ما بين باريس سان جرمان وباير ميونيخ دي كانت مطحنة يعني بالمعنى كانت مطحنة كروية تقريبا طول التسعين دقيقة الحكم تقريبا مش لايه وقت بدل ضيئ يدي للفريقين لأن المباراة كانت حلوة قوي وده اللي يخلي جمهور مصري بعد تصراحات كابتل أحمد مجاهد نضطر الروح نضطر لنحن نروح نتفرج على دوريات زي دور الإنجليزي والدور الألماني والدور الإيطالي والدور الأسباني وأوقات دلوقتي فيه بعض الجمهور المصري بيروح يتفرج على دوريات عربية زي الدور السعودي والدور الإماراتي ليه بقى؟ علشان اللي بيحصل عندنا في الدوريات بتاعتنا إن شاء الله عندنا تحب وعندنا حاجات بتحصل لازم نراجع نفسنا كمنظومة رياضية مرة تانية فكان المباراة فيه مطحنة والنهاردة فيه كمان مباراة مهمة جدا ما بين ليفربول وريال مدريد مباراة العودة ما بين صلاح الفرعون المصري اللي كلنا بنفتخر به رغم إني بشجع ريال مدريد ولكن في الحالة دي لازم أشجع المنتج المصري بتاعي بشجع محمد صلاح بكل فخر بقول في أي دولة وكلنا كمصريين بنقول إحنا مصريين إحنا من بلد يعقوب وزويل وطاع حسين ومكلسوم وعبد الحليم وعاد الإمام وكمان من بلد محمد صلاح الفرعون المصري اللي رافع رأس كل مصري في كل حتة في أي دولة من دول العالم محمد صلاح اللي محتاجين أن احنا كمان نرجع نقول تاني وعاشر وللمرة المليون محتاجين نراجع نفسنا شوية محمد صلاح محتاجين يا منتخب يا جميل المنتخب بتاعنا نرجع نفسه شوية في إزاي نتعامل مع نجم بقيمة وحجم محمد صلاح محمد صلاح مش مجرد لاعب عادي قلنا ولسه بنقول محمد صلاح هو أعظم لعيب جه في تاريخ مصر بلا استثناء وكل القامات اللي كانوا قبل كده بيقولوا نفس الكلام ده محمد صلاح هو قيمة اقتصادية محمد صلاح هو قيمة تسويقية للمنتج المصري بتاعنا محتاجين نحافظ على محمد صلاح نتمنى النهاردة التوفيق للفرعون المصري في المباراة زي ما جاب جون في المباراة اللي فاتت نتمنى النهاردة يجيب جون واثنين وثلاثة وما فيش مشكلة نحن نطمع لان احنا معانا خامة تقدر تعمل ده لعيب مصري بيلعب في كل الملاعب الأوروبية وجاب تقريبا اجوال في كل المباراة اللي خدها ضد كل الفرق الكبيرة فتحياتنا ودعمنا النهاردة للكابتن محمد صلاح في المعركة مبين ومبين ريال مدريد معانا كمان آخر حاجة معانا نعي مهم جدا تانعي أسرة برنامج الفرصة المهندس نبيه محمد عليوة أو الأستاذ نبيه محمد عليوة رحمة الله عليه هو نائب الحزب الوطني عن محافظة المينيا مركز أبو رقاص وعمدة قرية أبو الصفة مركز أبو كرقاص محافظة المينيا رجل يعني أنا تربيت تحت إيده وكلنا كشباب قرية نتشرف بالانتماء إليها تربينا على بر وخير وإحسان هذا الرجل لم نرى منه إلا كل خيرة حقيقي والله ما شفناش منه إلا كل خير راجل كان دايما صبرت في ظهرنا كلنا وكان دايما بيوقف معانا وكان دايما بيدعم كل أفكارنا وكل جهدنا وهو سبب كبير جدا في وجود أي شخص في أي مكان من القرية بتاعتنا أو حتى من المحافظة في أي مكان أو منصب أو مكان مرموق في المجتمع رحمة الله عليه نسأل الله له الرحمة ولجميع أموات المسلمين وبنقول ونسأل لأهله الصبر والسلوان وأعانى الله الأستاذ أدهم ابنه على الشيلة التئيلة بعدي الشيلة تئيلة وحملة تئيل أعانوا الله على هذا الأمر عزقنا له ولنا ولكل أسرة الأستاذ أو المهندس نبيه محمد عليوة هنطلع ناخد فاصل معانا وبعد الفاصل معانا ضيوف في فقرة مهمة جدا معانا مخترعين ومعانا ناس لها علاقة بالنجاح والكفاح والتنمية البشرية هنطلع ناخد فاصل إعلاني ونرجع لحضراتكم واستنونا أوعوا تروحوا بعيد تبطر خير الناس بس الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صفية وعيزانك كل خير انتفاع الخير أقلش تبهدي كيف عملك صغية بكله في قلب الناس تأثير كبير موسيقى 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 ورجع لكم بعد الفاصل أهلا بكم ضيوفنا تاني معانا بعد الوقت الضيف يعرف نفسه الأول يعرفنا بنفسك انا صلاح حسين صلاح ايوة عن 18 سنة ايوة طالف سنوية عامة علم علوم كل سنة انت طيب حضر دي عامل ايه الاول الحمد لله تمام فك كده ونخلي الدنيا حلوة اه تمام عادي بسنا اول حال لنا في القناة فاهمني فعايزين ايه الناس تبسط مننا برا تمام عشان ايه محدش يزعالي في الدربس وقول لي انتو ايه انتو تعملوا ايه ومش الكلام ده انت كويس الحمد لله حمد لله صاهم ولا ايه اه صاهم اه الحمد لله كل عام وانت بخير الحمد لله طيب الاول كلمنا صلاح معانا صلاح حسين مخترق حدش يتفاجئ من الموضو ده صلاح حسين مخترق هيقول لنا دلوقتي هو اختراع ايه فضل تمام انا اختراعت جهاز بمحطة مية بتنتج غاز بديل غاز الطبيعي وبتنتج اكسوجين وكهربة وملح بحري لاستخدمات المتعددة واحدة واحدة علي الله يسطورك عايزين نفهم الناس تمام دلوقتي انت نفست الحاجة وده لسه تحت لا عملنا تجربة واثبتت نجاح عملت مين اللي عمل بقى عملت تجربة مع مؤسسة واثبتنا نجاح التجربة عشان هي ما نفعش تعمل غير في معالي حال تمام عشان فيها فيها كمية فيها نسبة خطورة اه تمام فيها نسبة خطورة تمام هي الفكرة كلها اختصارا يعني هي عبارة عن محطة مية زي محطة تحليط مية البحر كده تمام تمام بنحلل المية كهربيا بالطاقة الشمسية حل بتدل المية تتقطر الأول وهي بتتقطر المية وهي بتغلي بتتلتلفة لتوربينات جوه الخزان توربينات دي بتتلف من المية عن طريق حاجة اسمها تهيارات الحاملة الدورانية تمام تمام دي بتشغل بتولد كهرباء عن طريق الدينامو حول الطاقة الحركية الكهرباء بعد كده المية بتطلع لفوق تتكسف وتنزل جزء تاني من الخزان الجزء التاني ده بناخد من المية ساعتها 50% نوديه للرئيس الزراعي كده انتاجنا مية للرئيس الزراعي بال50% التاني بنبتدي نزله يتحلل تحلل عندي أكسجين وهيدروجين أكسجين بضغطه في أنابيب تمام والهيدروجين بضغطه في أنابيب يستخدمه كغاز بس الأكسجين وأنا بضغطه بحطه في طريقه وزي ما روح في أنابيب عشان يلفه بالضغط العادي بتاعه تمام فهيحصل ده أولد منها الكهرباء هنطلع منها كهرباء بالزبط يعني كده عندي الأول واللي طلعت المية للرئيس الزراعي تمام يعني أنت عايز تقول لي كده أن الفكرة بتاعتك أنها ده أول حاجة أول حصيلة منها أول إنتاج منها أنه إحنا زودنا المية بالزبط تمام تمام أه وأول حاجة المية إنتاج مية للرئيس الزراعي ثاني حاجة بنتج كهرباء تمام بتنتج كهرباء تلات تربع للجهاز بيستخدمها ماذا؟ الجهاز بيستخدم ربع الكهرباء اللي هو بينتجه هو بينتج لي تلات تربع ثاني تلات حاجة بنتج ملح بحري دوت اللي هو بيكون مترصب في القاع بعد ما المية بتتكسف تمام وده بيستخدمه في إيه بقى؟ دوت بيتعالج وبينتريد يستخدمه وفيه ناس بيستعمله في أحواض السمك الزينا اللي هي الأحواض بتاعت الماء المالحة فيه ناس بيستخدمه في أدوية ليه استخدمات كتيرة جدا تمام رابع حاجة عندنا الأكسوجين ده طبعا معروف استخداماته كلها لأنويت بتاعته وأنه يبتدي نوزعها تمام وآخر حاجة خالص ده رقم خمسة الهيدروجين ده احنا بنضيف له مادة المادة دي بتخليه ما يشتعلش في فرقعة ونقدر بنستخدمه بديل الغاز الطبيعي بتبقى درجة حرارته قاع داعف في درجة حرارة الغاز الطبيعي من مميزاته أنه هو مش سام زي غاز الميثان غاز الميثان داخل فيه كربون فعشان كده سام لكن الهيدروجين مش داخل فيه كربون وعشان كده مش سام بدليل أن احنا متعيشين معه في الجو عالي جدا تمام طب ايه المؤسسة اللي تمنت الفكرة بتاع التجديد اه لا وهي عملت التجربة عشان التجربة الفكرة خطر فهم عملت التجربة مؤسسة صغيرة اسمها مؤسسة دعم الابتكار مؤسسة دعم الابتكار دعم الابتكار طيب انت حصلت على اي جواز او اي اه حصلت على المدالية الزهبية ودرع أفكار مجنونة في أولمبيات المخترعين العرب في مصر 2021 وفيه طبعا قبلها فيه جواز كتير يعني من أول عدائدي لحد دلوقتي انها ثالثة سنوي كل المسابقات يعتبر ان اخذ الجواز بتاعتي مركز أول دائم طب الفكرة جاءت لك انتصر ان دي اول حاجة تعملها ولا انت عملت حاجة لا دي مش اول حاجة انا المشروع ده بالمناسبة انا عمل فيه براءة اختراع وعمل قبله مشروع تاني كنت عمل فيه براءة اختراع المشروع ايه بقى لكنت عمله قبل كده المشروع القبل كده اللي ابدأت به كانت الفكرة بدأ معايا كنشاط تعمل نشاط للمدرسة جهاز بيوريني الزرة زيه زي الميكروسكوب بس كانت تكلفته قليلة جدا بتديت اعمله ونفسته في المدرسة بعد كده تعلمت اصول البحث العلمي بقى من الكتب ومن المحاضرات بتديت افكر بطريقة صحيحة وبتدي اشتغل نزلت بالجهاز في المدرسة بعد ما طورته بعد كده عملت تجربة على قدرت الدقي التعليمية بقيت الجهاز ونزلت به كل المدارس بتاعت الدقي عدادي مرحلة العدادية كلها ودخل بقيتها دخل كل فاصل اجرب للطلاب الجهاز واشوف هما بيفهموا من الجهاز احسن ولا بيفهموا لما يدرسوا نظري بس اه ازبط تساعتها كان نسبة نجاح الاستبيان في الادارة كلها بنسبة 90% ان العملي اه ان العملي احسن بكتير لان الميكروسكوب اللي بيوريني الزرة مش موجود في المدارس في ميكروسكوب موجود في الجامعات الكبرى ومعاهد اللي أبحاث بس اه يعني مش موجود في حت تاني مين كان في ضعرك في الفترة دي مين اللي كان بيوجهك يقولك روح وتعالى ومعا كل ده كان محتاج مصاريف ومحتاج ان يكون حد معاك مين اه عندي في البيت يعني كانوا وقفين معايا كله مش يعني الاول كلهم اه تمام وطبعا في المدرسة اللي كان بيشجعني على كده كان عندي اسادزة وواحد زميلي في المدرسة في عدادة دي كانوا بيشجعوني على كده لانا الاول كنت ياخد الموضوع كانوا لأ انا عملت نشاط يعني مش اختراع ولا حاجة لأ طالوا يوجهوني فعلا وقالوا لي اشتغل ازاي في المدرسة في المدرسة مدرسة ايه بقى انا اقول لي اسم مدرسة عشان ده مهم مدرسة الدوء العدادة بنين مدرسة الدوء العدادة بنين والله تحياتنا لدارة المدرسة بجد تحياتي لدارة المدرسة لانهما تبنكوا بقى وصبرت في ظهرك كم من الموضوع الاختراع بتاعك بس فساعتها انا كنت شغال في موضوع الجهاز اللي هو بيورينا الزرة بجد تعمله على موضوع الجدور الدوري الحديث كله الانهاء و 18 عنصر بجد تحاول عدد في الجهاز عشان اشغل اخليه يوضح بقى العناصر وتفاعلات الكيميائية ما بينها بتتم ازاي في نفس الفترة دي جات في دماغي الفكرة اللي هو انا ليه ما ولتش كهرباء من مية البحر زي فكرة السدود العادية مع الوقت الفكرة بقالها خمس سنين انا شغال فيها مع الوقت سنة وراء السنة بقيت بدور طب ليه ما اخدش اقصى استفادة من الجهاز لحد ما وصل بالشكل النهائي دلوقتي انه جهاز بينتج جهاز بديل لغاز الطبيعي وبينتج بجنبه اربع نواتك تانية يعني التجربة نجحة وتم الموافع على التجربة دي تجربة امنة ونجاحة بنظر طب انت عايز ايه انت دلوقتي عايز ايه من عايز ايه من الدولة عايزي دلوقتي محتاج مستثمر كبير ياخد يعني يتبنى الفكرة وينفزها يعني الفكرة هتحقق نجاح كبير جدا محتاج منفز يكون معاك حتى لو جهة في الدولة احنا محتاجين الدولة لان ده حاجة بتاعتنا يعني حضرتك لو اللحظت الجهاز بينتج لك غاز بديل لغاز الطبيعي وبينتج لك مياه للرأي الزراعي تمام وده بديل ازمة اللي احنا دخلنا عليها فعايزين نحلها فده بديل بديل كويس خالص بالزبط كده وعندك تاني غاز الهيدروجين وغاز الاكسوجين الاكسوجين برضو مش كتير قوي فتع هتوفر الاكسوجين كل دوت لو جينا نقسم تكلفة الجهاز على الخمس نواتج فانا قللت جدا اكيد ايا كانت تكلفت وايه قليل جدا فمات البحر متوفرة يعني مش قليلة انا باخد مياه اصلا يعني من نسبالي مفيش اي اي فايدة منها على اغلص وبحولها لخمس او ست نتاج ايجابية بتتكلم في كهرابة بتتكلم في غاز طبيعي بتتكلم في هيدروجين وتتكلم في اكسوجين كل الحاجات دي فرسالتنا ان الناس توقف مع صلاح الدولة توقف مع صلاح واحنا على ثقة تامة بالامر ده على ثقة تامة ان احنا في الفترة اللي احنا فيها الابضيت او التطوير اللي بيحصل في المنظومة التعليمية والتطوير اللي بيحصل في كل مؤسسات البلد اتكعبنا في صلاح الاول بس نحب نحيي الاستاذة جهاد الجندي يا صحفية زميلة في قناة صادة البلد هي اللي قالتلي على صلاح تحياتي اليها فصلاح نموذج كم سنة يا صلاح 18 سنة 18 سنة ومخترع لا هو مش بيفكر يخترع يا فهم هو اخترع بالفعل اخترع جهاز هيحل شوية مشاكل احنا اصلا بنعاني منهم واحنا سيادة الرئيس مشكورا بيحاول باقصى جهده ان هو يواكب الاوقات والاحداث ويواكب الازمات اللي كانت قبل كده ويكون سبب في حلها فصلاح بيقدم لنا حل حل وقوي بيقدم لنا جهاز هنقول تاني جهاز هيحل مشاكل غاز طبيعي ومشاكل اكسجين ومشاكل هيدروجين ومشاكل كهرباء وكمان هيزود معانا المية صح كده؟ صح كده تمام الجهاز تم التجربته زي ما حاج بتقول تمام الكل بيشجعني اول مكان البيت وبعد كده صحابي لا اقول لي من في البيت بقى انا هزيني طلع على البيت كده يعني من في البيت؟ في مثلا والدي ووالدتي واعمامي كلهم يبني احفظه وعماتي وزمايلي بقى صحابي بقى مع بعض على طول يعني فاي حاجة حتى لما بكون بعمل بقفل في اختراع أو كده بيجوا يساعدوني يعني ما بيسيبونيش لوحدي لو قلنا نعمل ايه وحنا هنساعدك حلوى الروح دي قوي يعني دي كان اخر فكرة في بداية جائحة كورونا كنا بنعمل جهاز بيعقم الابواب بيعقم الابواب؟ بالضبط فكنا بننفزه عندي في البيت فكانوا كل صحابي معايا وكنا بننفز الجهاز ساعتها كنا بننفزه وعملنا في اسمنا كلنا ساعت ما شاء الله يعني نفتكر الاسم ده لان انا على ثقة تامة ان صلاح ده في يوم الايام هيكون عندنا كمان حد زي زويل تاني انا اعتقد صلاح زويل وليس صلاح حسين صلاح زويل ان شاء الله وفي فكرة تانية شغال عليها دلوقتي الفكرة دي ازاي اعالج مرض السرطان الوراسي من قبل ما يظهر على الجسم تعالج مرض السرطان دي لسه شغال فيها دي لسه شغال فيها بتبقى بالخلال الوراسية انا بعمل تحليل للخلال الوراسية اللي في الجسم واشوف الجسم حمل المرض ولا لا اكيد طبعا ان انا احارب المرض وهو خامل احسن بكتير من احاربه وهو نشط لما تظهر اعراضه تمام اكيد طبعا دي فكرة جديدة لسه مشغالين عليها بقى لنا سنتين بس نتمنى التوفيق لصلاح حسين او صلاح زويل نتمنى لك كل التوفيق وكل الدعم لك ولازم يكون لنا لقاء تاني وتالت ورابع وعاشر ان شاء الله لحد ما تبقى دكتور كبير وعالمي ونبقى احنا الحمد لله اول حد صلاح يطلع معاه يمكن دي اول حد اول لقاء لك تلفزيوني اول تاني لقاء احنا مع صلاح دعمين لصلاح وعارفين ان فيه ناس هتشوف دلوقتي الحلقة بتاعتنا وهتوقف جنب صلاح في الاختراع بتاعه والاختراع اللي يحل مشاكل مصر بتعاني منها بمناسبة بقى المشاكل والانجازات والانجازات مهمة اول موضوع ده مصر اعلنت عن موعد تشغيل اكبر مصنع من نوعه في العالم حيث كشف وزير قطاع الاعمال العام في مصر الاستاذ هشام توفيق انه من المقرر الانتهاء من انشاء اكبر مصنع للغزل والنسيق في العالم اكبر مصنع للغزل والنسيق في العالم بالمحلة الكبرى على مساحة 62 الف متر مربع كما اشار انه من المقرر تشغيل المصنع مارس 22 بجد يعني شابوه لوزارة الصناعة وشابوه لكل القائمين على الابتكار وقائمين على الاستثمار والانجازات في مصر وعلى رأسهم سيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم انتظرونا ورجعنا لكم بعد الفاصل رجعنا لكم كل سنة انتوا طيبين رجعنا مع ضيوف مختلفين تكلمنا قبل الفاصل مع صلاح زويل او صلاح حسين المختلع بتاعنا العظيم ورجعنا دلوقتي مع الاستاذ احمد سامي خبير في ادارة المشروعات سيد احمر احمر ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله والله يبارك لك كرسان انت طيب يارب بتكون صايم ايه؟ صايم؟ لا جرجس كمان صايم صايم؟ وعلى كمان جرجس رضا برنج صح؟ صح انت بتاع برمجة يعني ممكن تعملها دلوقتي برمجة ممكن تعمل الكرسي تتحوله الحاجة صح؟ مش الدرجواتي مش الدرجواتي سيحر انت بقى لا مش كمان يا جرجس رضا صايم معانا ولا لأ؟ لا انت على طول بتصموا معانا؟ على طول بس لها الغد داتة مكلتش يعني دي حاجة حلوة في مصر والله يعني دايما ما فيش حاجة اسمها مسيحي ومسلم دايما بيصموا معانا واحنا في عيادهم بنروح لهم ونقدهم ودي حاجة مش هتلاقيها الا في مصر ندور عليها هتلاقي كل حاجة حلوة هنا جرجس ازايك منوارنا ازاي عددك طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل مشروع اعمل ايه؟ بعيدا عن الامور المعنوية او المادية ابدأ كفكرة ازاي؟ اعمل ايه؟ والله حضرتك هو لما نجي نقول مشروع كلمة مشروع ده مش معانا مشروع تجاري اللي هو مجرد مشروع تجاري اللي بينجح في المشروع التجاري بإذن الله بإذن الله بيعود على كل حياته يعني فيه حاجة اسمها مثلا مشروع الأسري مشروع التربوي المسروع التجاري حضرتك احنا لو جبنا سلك طويل وصلنا هنا في لندا وهنا في فيشة لو فيه قطعة في النص هل لندا دي هلعني؟ فكل المسروع التجاري ده لو نجيح بإذن الله بيعود على المسروع الأسري بيعود على المسروع التربوي طيب احنا قبل ما نتكلم عن المسروع التجاري المسروع التجاري ح Farha ordinary عايزة وصل انه هو عبارة عن الحياة اساسا طيب الزهم بس عشان وقتنا دلوقتي أنا دلوقتي شاب وعايز أبدأ مشروع ببقى أنه حق خبير في إدارة المشروعات يعني جات للفكرة دلوقتي عايزة نفذها على أرض الواقع أبتدي أعمل إيه؟ أعمل إيه الأول؟ أول حاجة أبتدي ما نفذهاش أبتدي ما نفذهاش ما شاء الله اكتب ديها عندك الله يا كريمك جات للفكرة أبتدي ما نفذهاش أيها بداية النجاح أنك ما نفذهاش بصوا حضرتك يمكن إحنا نعرف عن الأطفال أن أي حاجة تيجي إيه أكتر حاجة معرفة عن الأطفال أن أي حاجة تيجي في دماغه يعملها صح يا غلط يعملها بداية النجاح وبداية أن أنت تبقى فعلا نجح في مشروعك أن أنت مش أول ما تجيلك أي فكرة تعملها على طول تنفسها يعني أهو أتقنى شوية واضح أفكر فيها تتقنى وتقنى بقى تيجي بقى تسأل بقى واللي يسأل ما يتوقش نروح لجرجس بس الأول عشان وقتنا جرجس أنت مبرمج عندك كم سنة الأول 14 14 سنة شغال في إيه بقى؟ إيه البرمجة بالنسبة لنا عرف ناس يعني برمجة يعني هي يعني صوفتوير عمتني جمال صوفتوير كله يعني الجهاز مثلا عايز باسورد الباسورد نسيته بأعرف عمله ليه في البرمج نفسها كتير يعني آآ آآ ما شاء الله أنت نتاج للسدحمة تقريبا نتاج لشغل لك أستاذ أحمد ها تلميزي النجيب تلميزي النجيب هو اسمه بيرجس مش نجيب طيب أستاذ أحمد دلوقتي وإحنا دلوقتي بقلنا أن إحنا خلاص عندنا فكرة وعايزين ننفذها فنبتد أن نتعنى فيها طيب بدأت الفكرة لأرض الواقع هتتنفذ نفذنا الفكرة تمام؟ عايز أن أنا أدعم فكرتي بأفكار أن أنا أعمل لها ثقة أو أعمل لها تقل أعمل إيه؟ ماشي بصة حضرتك المشروع ده بيتكون لأكتر من حاجة إحنا هنقول الكلام على طول ببساطة خالص مش هنطبعا ما فيش وقت للتفصيل والكلام ده كله ما فيش وقت احنا معنا دقيقين المشروع بيقوم مثلا من مقاومات المشروع رأس مال خبرة نظام كل ده من مقاومات المشروع فأنا النهار ده أنا جاي أعمل المشروع أول حاجة أول حاجة أهم حاجة الخبرة وقبل الخبرة الحكمة في أنك تمشي صح فالنهار ده الخبرة دي احنا بقى بنشوف الخبرة دي بنروح لحد إدارة مشاريع لأن كل المشاريع مرتبطة بمقاومات وحدة أساسية كلها قائمة على رأس مال كلها قائمة في نقطة بإذن الله هنبدأ أن احنا نفصلها وأنا يعني بفضل الله قربت خلص بفضل الله كتاب أنا بكتبه اسمه حرب الاقتصاد ومعارك العظماء أول حاجة في مشروعك تعرف أنك داخل على معرك بتدخلش كده خطوة يمين وخطوة والشمال لا أنت داخل معرك ألاقي تحديات قدام وليس صمات زي أي حاجة والتحديات دي هي النجاح وعايزين نقول حاجة بس قبل ما الشاب يبدأ مشروعه أنت بتحاول تنجح أنا مش عايزك تنجح النجاح ده من فوق من السماء الأرض إحنا عايزينك بس المحاولة أنت مطلوب منك المحاولة ولكن هذه المحاولة لازم الخبرة أنها تمشي صح أنها تمشي إيه صح مش مجرد أي محاولة كده وخلاص من تبقى التحديات والعقبات دي إزاي أنت متخلقاش عقبات إزاي الصخرة اللي بتيجي توقف قدامك أنت بتطلع عليها عشان الصخرة اللي بعدها مش الصخرة تنزل على دماغك يعني الموضوع عايز تفصيل طبعا أكتر وكده ولكن أنا بديك بس اللي هو نبزة نبزة مخلصة عن حضرتك أكيد هاي بقليلها لقاءات تانية إن شاء الله لا لا بإذن الله نتكلم باستفادة ونطلع بقى كل إسبوع بإذن الله سور من مشاهلات حضرتك اللي أنت عملتها بإذن الله والكتب بإذن الله والكتب بفضل الله بفضل الله أنا الكتب اللي بكتبها أنا عملي أكتر من نظري في حاجة اسمها معلومة عم جرجس وحاجة اسمها معلومة أنا معمولة معمولة معلومة أنا بخليها زي معمولة مش كلام أنا بحول الكلام لفعل لفعل أقولك إنزي لعمل كذا 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 يبقى لينا إن شاء الله لقاء تاني والكتب أستاذ أحمد نتكلم باستفادة عن الموضوع بتاع المشارية والسلسلة النجاح اللي حدتها بدأت بيها قبل ما نختم حلقتنا في حاجة حلوة قوي عايزين نقولها يعني كومنت صغير خالص عن برامج المقالب في رمضان ارحمونا شوية حرام عليكم يعني إنت جاي تدحكني دحكني بطريقة تدحك الله يسترق دحكني بطريقة تدحكني أنا مش عارف أدحك أنا بس سامع طول الحلقة بطيت علشان الراجل اللي جاي يمثل أنه معمولة في مقلب بيشتم طول الحلقة أنا مش بدحك أنا قاعد وعيالي قاعدين بيسمعوا عن حاجات أجاران الله كل سلامة وطيبين جديدة من برنامج الفرصة مع محمد حليم نشكر إدارة القناة الجميلة إدارة قناة الصحة والجمال ونشكر إدارة البرنامج الفرصة كل سلامة وطيبين ولنا لقاء في حلقة جديدة الأسبوع اللي جاي إن شاء الله مع برنامج الفرصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة